اكد معالي المستشار احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب ان مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات ولديها مشروعها الاصلاحي المرتكز على ميثاق العمل الوطني الذي نال الثقة الشعبية بالاغلبية المطلقة وعبر عن الارادة الوطنية الكاسحة بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وان مملكة البحرين لديها دستورها الذي ينظم العمل في كافة جوانب الحياة وان مسيرة الاصلاح والديمقراطية تسير بخطا ثابتة وراسخة وان اي تعديل في القوانين والاجراءات يتم من خلال المؤسسات الدستورية والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى وبالتعاون مع السلطة التنفيذية وفقا للاليات الدستورية الصريحة وان اي محاولات للقفز على صلاحيات السلطات والمؤسسات الدستورية والقوانين والاجراءات مرفوضة جملة وتفصيلا مشددا بان التحركات الاخيرة من بعض الشخصيات السياسية تعكس تحركا جديدا لجماعة ولاية الفقيه الايرانية في مملكة البحرين ومن بعض المتعاطفين معها وانه لا مكان لايديولوجيا ولاية الفقيه في مملكة البحرين ولا مكان للمتعاطفين مع الافكار الراديكالية مشيرا بان استمرار خيانة الوطن جريمة كبرى وكما ان خيانة الوطن مع الخارج جريمة فان خيانة الوطن من الداخل جريمة كذلك على السواء وغير مقبولة بتاتا ولن يقبل بها الشعب البحريني المخلص الذي يقف مع عاهل البلاد المفدة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وارتضى وعبر ارادته الدستورية نظام الحكم والعمل في سلطات الدولة وان شعب البحرين يرفض التطلعات الطائفية المتطرفة والتي تتعارض مع قيم الدولة المدنية واضاف رئيس مجلس النواب ان محاولة مجموعة من الشخصيات السياسية اعادة الاوضاع الامنية والسياسية الى الوراء لا يمكن القبول به بل ينبغي مواجهته دون تردد باعتباره محاولة جديدة من خوانة الوطن تستهدف اقتصاد البلاد وامن واستقرار الدولة والتماسك المجتمعي واشار بان من التناقضات الواضحة الممارسات المرفوضة لدى بعض الشخصيات السياسية التي تتحرك داخليا وترفض انتقاد التدخلات الايرانية في البحرين او ادانة مواقفها السياسية في المنطقة وان مملكة البحرين في الوقت الذي تحارب فيه اتباع ولاية الفقيه من الحثيين في اليمن هناك من يروج اجندات ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن نسيان مواقف الشخصيات التي تورطت في التخابر مع السفارات الاجنبية وعملت على تشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية مؤكدا بانه قد حان الوقت لاتخاذ اجراءات صارمة وواضحة بحق من يتلاعب بالسيادة الوطنية ويعمل ضد الدولة بتكرار فشله منذ عام 2011 وانه لا يمكن اعادة الثقة لكوادر الجمعيات المنحلة مدام تعمل على تحقيق اجندة ولاية الفقيه ففي الوقت الذي تحارب الدولة الارهاب في الخارج فان اصحاب تلك الاجندات يحاربون الدولة والشعب في الداخل واوضح رئيس مجلس النواب ان المسيرة الاصلاحية في مملكة البحرين تمضي قدما بكل فخر وسمو وبكافة الممارسات الدستورية والحضارية في مختلف المجالات والاصعدة محليا ودوليا وان الشعب البحريني في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة وتعزيز مشاركته السياسية في صنع القرار الوطني تخرج بعض الشخصيات ذات الافكار الراديكالية والجمعيات المنحلة المحظورة لتعقد اجتماعات سرية وتطلق تصريحات مرفوضة وتمارس انشطة سياسية مشبوهة هدفها عرقلة المسيرة الاصلاحية والتأثير السلبي على عملية المشاركة السياسية وهي تجاوزات مكشوفة يجب ان يتم التصدي لها قانونا بكل حزم وحسم حفاظا على مسيرة المشروع الاصلاحي وحماية للحمة الوطنية وصونا للمكتسبات الوطنية والديمقراطية وعدم السماح للجمعيات المنحلة لاعادة نشر وترويج غاياتها التي تستهدف تجاوز القانون وبث روح التفرقة والفتنة والمنصات الطائفية في وطن يعتز بمبادئه الوطنية وقيمه الرفيعة التي توافق عليها شعب البحرين في احترام القانون والتعايش والمواطنة والتسامح والعمال بروح الأسرة البحرينية الواحدة كما كانت وستظل مملكة البحرين دائما وطن الجميع وفق الدستور والقانون وما جبل عليه الشعب البحريني من احترام للآخر وما تعلمه من الآباء والأجداد والمؤسسين لمملكة البحرين ونهضتها الحديثة والعصرية للحاضر والمستقبل